واحد يعني بشوفه مبصر عجباني جداً بترسمي بس للمكفوفين ولا كمان بترسمي للناس العادية المبصرة اللي بتقدر تشوفه ما دي اول حاجة انا قلتها كنت عايزة باين وجهة نظر صغيرة الناس فاكرة ان الرسومات دي المكفوفين بس بس هو مش كده هي انا برسم بس لكل الناس حلو هو ده الفرق طب رودين افعال المكفوفين كانت ايه عندك يعني مبسوطين جداً من سعداتك الرسومات دي هقولك وجهة نظر الاتنين لما بلاقي شخص مبسط بيجي شوفها لا رودين افعالهم يعني هما افعالين بحاجة زي كده وده لا الواحد الكفيف لما كانوا بيعملوا اللوحات كانوا بيحنا اول مرة نحس ان فيه لوحات بالجمال ده او من ان احنا نحس احنا بنحس لوحات ازاي احنا كنا محرومين بالنعم دي جميلة دي وكانت لوحة وانا في الخلايا الحياة لما قاعد يقرأوا الكلام انا اول مرة اكتب كلام براي فاخدتوا من حد شخص كفيف ترجمتها وكتبتها مش شايفين اللوح كمان دلوقتي على الهوة هي زي موت شايفين لسه فيه لوحة تانية اه هي دي اللي بيتكلم عنها الكلام اللي عجب ده اللي حفاك قلت عليه هو طريق براي الناس كانت عمعجبة جدا اصلا انت بتشرح تباصيل اللوحة بالكلام؟ لا مش بافتط شريح اللوحة بالكلام هم ليه بقى؟ اللوحة دي تعرضت في صلوان الفايوم الاول واخي الجايزة تانية حلو حلو الناس كانت ايه؟ مبصرة عجبهم جدا التكنيك وعجبهم جدا اللوحة وانبهروا جدا بيها كانوا فهمين عندي ايه؟ لا تمام الناس العادية بس لما جبت الناس كفيفين قاعدوا يحسوها عارفوا ان ده راجل وده بنت ده راجل وده ستة عارفوا جم يقرأوا هنا الكلام ايه ده؟ ولانها في الخيال الحياة الكلام المكتوب ده ولانها في الخيال الحياة الخيال هو تلك اللحظة التي ينتظرها الوعي لكي يتحرر من الواقع وبكل ما فيه انت بتاني الكلام المكتوب ده؟ ايوه ده الكلام المكتوب دي نقط احنا مش هنم انا ناسي مش عارفها انا اللي كتبها يعني انا كمان حافظت الكلام المكتوب واخر صدري خالص ده مكتوب مية عمادي طب مية انت خدتي لقب سافرتي السلام من منظمة الفنانين من اجل السلام الحرية بالدنمارك احكينا زي قدرت التوصل للقب ده كان مهرجان التعمل في الفين وخمستاشر كانت منظمة دنماركية طبعا اشتركوا في القناة